أنا لوم مخام لأخليفة خمستان بفتحستان عم يواجه نتنياهو ضغوط من داخل حكومته ومن داخل الجيش لوضع خطة لليوم التالي بعد الحرب خطة لكيف حتندار غزة بالمستقبل بس نتنياهو عنده رأي تاني الأولوية لتدمير كل معالم الإدارة المدنية القائمة هلأ لخلق إدارة مدنية إسرائيلية بديلة من دون الإنسحاب من غزة وإنهاء الحرب أبرز انتقاد توجه لناتنياهو من داخل حزبه إجن بارح من وزير الدفاع الإسرائيلي وآف غالنت لحذر من غياب تصور سياسي لليوم التالي بعد الحرب وحذر بالوقت نفسه من توريط الجيش الإسرائيلي بمسؤولية السيطرة على القطاع ماذا أكتوبر אני شعب في معالية النساء بارצفות بديوني الكابינט המצمצם והمورخب للا تשובה صفحة المعاركة הצבאית بمعسى המדיני היום שאחרי خمس يساج راكل يدشليته של جورمين فالسطينيين بليفوي باللومي بالمقابل بركز طرح نتنياهو المضاد على سيطرة إسرائيل العسكرية بالمرحلة التالية على غزة بشكل شبيه لسيطرته على الضفة الغربية وهيدا الشيء اللي عبر عنهم بارح بصراحة برؤيته لما بعد الحرب السيطرة على غزة وإدارتها تحت حكم الجيش الإسرائيلي بيفرض تدمير كل معالم الإدارة المدنية القائمة وعهل أساس ممكن فهم خطوتين قامت فيهم إسرائيل بقطاع غزة الخطوة الأولى السيطرة على معبر رفح ورفض نتنياهو تسليم السلطة الفلسطينية المعبر العرض الوحيد اللي يتقدم من جانب إسرائيل هو إدارة المعبر بالتنسيق بين مصر وإسرائيل الخطوة الثانية هي إعلان البنتاجون اليوم عن جهوزية المرفق العائم بوسط قطاع غزة الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية واللي هيستلم المساعدات بعد وصولها للمرفق هو طرف ثالث من كشفت هويته بعد هيدا الطرف هيكون ممسك بشريان الحياة الوحيد بعد إقفال معبر رفح